عندما استقبل سيد جيفري فيلتمن المبعوث الأمريكي مبعوث الرئيس جو بايدن إلى منطقة القرن الأفريقي الرئيس قال لفيلتمن لن نقبل بأي ضرر لمصالحنا المائية يبقى بس أنا عايز أجمع لحضراتكم يبقى يوم الأربع اللي فات كان الجمال الأمريكان بعتين مبعوث ليهم اسمه جيفري فيلتمن ده يبقى موجود هدفه مهمته منطقة القرن الأفريقي سد النهضة الحدود السيدونية الإثيوبية والمشكلة الموجودة هناك ومشكلة التجراء المشكلة الأزلية الأساسية الرئيس جاي بدأ بمصر بدأ بلقاءه بالرئيس السيسي استمع شاف وجهة نظر مصر الرئيس شرح له المضوع من الألف إلى الياء وموقف مصر بوضوح بلخصه في جملة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي لن نقبل بأي ضرر لمصالحنا المائية مش هنقبل مش هنقبل لن نقبل لن نقبل بأي ضرر لمصالحنا المائية قضية سد النهضة ده الرئيس بيقول مين لمبعوث بايدن هي قضية وجودية بالنسبة لمصر التي لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية من فضلكم بس عايز يعني ملخص لقاء الرئيس مع المبعوث الأمريكي هو السطر اللي بقول لكم عليه الرئيس بيقول له بيقول له فيلتمان بيقول له قضية سد النهضة قضية وجودية بالنسبة لي قضية وجودية بالنسبة لي ولن نقبل بأي ضرر عد يوم الخميس والجمعة النهاردة السبت جلنا رئيس الاتحاد الافريقي بنفسه في جولته السلسية الرئيس قال له لن نقبل بالمساس بأمننا المائي هل التعبيرين الموقفين الكلام المصري على لسان الرئيس للمبعوث الأمريكي والكلام المصري على لسان الرئيس للرئيس الاتحاد الافريقي هل فيه تغيير ولا واحد طبعا واحد نفس الكلام بنفس المفردات لن نقبل مسألة وجودية حياة وموت لن نقبل المساس أمننا المائي كل المفردات هي هي نفس المفردات خطابنا السياسي واحد لا يتبدل ولا يتغير هو نفس الخطاب بتاع الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكتر من مناسبة الرئيس تكلم في أكتر من مناسبة خلال الشهور الماضية أو الشهرين الماضيين بنفس النابرة فاكرين في قناة السويس لحظة تحرير الباخرة فارجيفن الرئيس تكلم بنفس القوة وقال إنه الماء بالنسبة لنا خطة أحمر وقال إحنا إيدينا طيلة من الآخر وإمكانياتنا ترسل إلى أي مكان ويخطئ من يظن أن إمكانياتنا لا تصل إليه ولا يمكن السماح بأي ضرر يعود على مصر في نقطة مياه واحدة ده كان حديث الرئيس كرر الرئيس نفس الحديث في مناسبة أخرى أصدقائف تحت بعض المشروعات وقال أنا بتكلم بهدوء أو أنا بتكلم بهدوء لن نفرط في نقطة مياه واحدة وكل الخيارات بقى بهدوء مفتوحة كل السيناريوهات متاحة نفس الكلام اللي الرئيس قاله قاله وزير خارجية سيد سامح شكري في أكتر من مناسبة وبالتالي إحنا في الإعلام إحنا رجع صدى حقيقي للدولة وموقف الدولة المصرية لا نحيد عن موقف الدولة لأنه ليس من الشطارة أن أنت تحيد عن موقف الدولة تستبق الأحداث أو تحاول أن تعرق المسيرة هنا أو هناك من خلال العبد في موضوعات ساخنة وموضوعات استراتيجية وموضوعات بتمثل أمن القومي بشكل دقيق فبالتالي أنا من هنا من هذا المنبر الإعلامي المتواضع أقول بأن الدولة المصرية واضحة تماما يعني في وضوح في موقف مصر في وضوح جالي في موقف مصر في عملية شفافية في موقف مصر ترجمة نانسي قنقر